اشتركوا في القناة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ثم ختم الله عز وجل هذه الأوصاف بهذه المكافأة العظيمة فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة هذه الآيات عباد الله من ختام سورة الفرخان ذكرها الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر جهالات المشركين وكثيرا من صفات المشركين والتي من أعظمها الطعن على النبوة والقرآن فذكر الله عز وجل بعدها صفات عباده المؤمنين ثم نسبهم إلى عبوديته تشريفا منه سبحانه وتعالى فهذه الآيات اجتملت على صفات جليلة عظيمة لعباد الرحمن هي الصفات التي أهلتهم لدخول الجنة وهذه الصفات عباد الله خمسة عشر صفة هذه الصفات هي الطريق إلى الجنة هي صفات عباد الرحمن التي تؤهلهم إلى دخول الجنة كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى حديث منفرد وشيء من التفصيل وهذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله في هذه المدة القادمة أن نقف مع كل صفة من هذه الصفات بحديث منفرد علَّى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل هذه الصفات صفات عباد الرحمن التي تؤهلهم لدخول الجنان وقد اجتملت الآيات على خمسة عشر صفة عظيمة بدأت بأعظم الصفات وهي العبودية ثم التواضع ثم الحلم ثم فضل قيام الليل منهم ثم الخوف من الله عز وجل ثم الاعتدال في النفق ثم تحقيق التوحيد ثم تعظيم حرمة الدماء ثم اجتناب الفواحش ثم اجتناب الزور ثم الإعراض عن اللغم ثم الاستجابة السريعة لأوامر الله عز وجل ثم بعد ذلك الاستجابة السريعة ثم بعد ذلك إصلاح الأهل والذرية ثم الخاتمة وهي انتظار الأجر الصالح في الآخرة هذه الصفات الكريمة نبدأ الحديث عن أول صفة منها اليوم وهي أم الصفات التي عطف الله عز وجل جميع صفات عباده الذين يستحقون دخول الجنة عليها ألا وهي صفة العبودية لله عز وجل والعبودية عباد الله موضوع كبير وعظيم يحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدا تناوله علماء الأمة بكثير من التفصيل وذلك لأنه من الجوالب التي تفرق بين الإيمان والكفر وبين السنة والبذعة لكننا بتيسير الله عز وجل وتوفيقه نحاول أن نقف على هذا الموضوع في عبارة مجملة يسيرة مختصرة في تناول وعظيم نحاول من خلال ذلك أن نقف على أهمية هذه القضية العظيمة وهي قضية العبودية وسنتناول ذلك إن شاء الله من خلال ثلاثة عناصر وخاتمة فأما الأول فهو العبودية وصف لجميع المخلوقات وأما الثاني فهو أن العبودية وظيفة العمر وأما الثالث بيان مفهوم العبودية ونختم بأهمية الترق في وظيفة العمر فأما أول ذلك كما أشرنا وهو أن العبودية صفة للخلق جميعا فإن الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وغير عاقلهم جامدهم وحيهم كلهم عبيد لله عز وجل فالخلق جميعا في السماوات وفي الأرض وفي الكون كله عبيد مسخرون مذللون لله عز وجل لأن الله عز وجل هو ربهم ولا رب لهم سواه وهو خالقهم ولا خالق لهم سواه وهو مالكهم ولا مالك لهم سواه وهو رازقهم ولا رازق لهم سواه وهو مدبر أمرهم ومصرف شؤونهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وكل ذلك له سواه وحده سبحانه وتعالى وكل ذلك كذلك سواء علموه أو جهلوه وسواء أقروا به أو أنكروه فهم عبيد لله عز وجل ردوا ذلك أو لم يرضوا يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهة وإليه يرجعون ويقول الله عز وجل عن رجوعهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدها فالخلق جميعهم موصفون بهذا الوصف وهو وصف العبودية لكنه هنا يأتي السؤال فما الفرق بين المؤمن والكافر في ذلك إذا كان الجميع متصف بالعبودية وهذا الذي ربما من خلاله يلبس علماء السوء أو دعاة السوء على الناس في ذلك فيقولون في شأن الكفرة كلنا عبيد لله عز وجل ويلبسون على الناس في ذلك الكل أبيد لله عز وجل وكلنا نعمد الله وهذا باطل والعياذ بالله فالخلق وإن كانوا عبيداً لله عز وجل لكنهم ليسوا جميعاً عابدين لله عز وجل وهذا فرق كبير انتبه أيها المسلم فالمؤمن عابد لله عز وجل أي المؤمن عبد لله عز وجل والكافر عبد لله عز وجل لكن المؤمن عبد عابد وأما الكافر فهو عبد معبد أي أنه مقهور مذلل لأنه لا قدرة له على الخروج عن هذا الوصف فإنه لا يملك لنفسه ضر ولا نفع ولا حياة ولا نشور فالكل بهذا الاعتبار عبد لله عز وجل ويفترق المؤمن عن الكافر أن المؤمن عابد أي أنه يفعل العبودية الشرعية بالإضافة إلى العبودية الكونية نعم أدري أن الألفاظ ربما لا يعيها بعض الناس لكن حاول أن تقف على هذه المعاني العقائدية العظيمة التي ترد على تلبيس الملبسين على الناس في هذا الزمان وفي غيره فإن المؤمن عبد عابد وإن الكافر عبد معبد فالمؤمن يعبد ربه سبحانه وتعالى ويقيم النوعين العبودية الكونية التي يشترك فيها الكل المؤمن والكافر ويقيم العبودية الشرعية التي رفضها الكافر فيقيم توحيد الله ويقيم أوامره وينتهي بنواهيه ويقيم شرعه وشريعته التي تمرد عليها الكافر ورفض عبوديته الشرعية ولو أقر بشيء من عبوديته سبحانه وتعالى كإقرار بعض الكفرة بربوبية الله عز وجل أو بعض معاني ربوبية الله عز وجل وهذا حال أكثر الخلق فإنهم يكرون فإنهم يكرون لله عز وجل بأنه هو الرب وأنه الخالق والمالك والرازق والمحي والمميت لكن الكافر وإن أقر ذلك لا ينفعه ذلك في الآخرة بل ولا في الدنيا لأنه رفض العبودية الشرعية لله عز وجل وهي إقامة توحيده بما تفرع عنه وإقامة دينه وشرعه وأوامره ونواهيه بما تفرع في كل ذلك ولذلك فرق كبير عباد الله بين أن يقال الخلق كلهم عبيد لله وبين أن يقال الخلق كلهم يعبدون الله فإنه لا يعبد الله إلا أهل الإيمان والتوحيد أما بقية الخلق فهم عبيد لكنهم كفروا بالله وإن أقروا بشيء من معاني ربوبيته ولقد ذكر الله عز وجل لنا شيئا كثيرا من حال هؤلاء انظر إلى الفراعنة الذين أيقنوا أن الله هو ربهم وأن الله هو خالقهم ومالكهم ورازقهم لكنهم صرفوا العبادة للفرعون والعياذ بالله بل صرفوا الربوبية في الظاهر للفرعون مع تيقنهم أنه لا يستحق ذلك فقال الله في حقهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال الله عز وجل في أهل الكتاب الذين كفروا بالعبودية الشرعية بعد ما جاءهم الكتاب فقال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وقال عن كفار قريش الذين كانوا يقولون يا رب ويدعون ويسألون ونحو ذلك لكنهم كانوا يشركون معه سبحانه وتعالى كانوا يكفرون بالعبودية الشرعية لله عز وجل من استحقاقه للتوحيد وتفرده بالأمر والسيادة والنهي كل ذلك كفروا به ولذلك ما نفعهم تعظيمهم للكعبة ولا إقرارهم ببعض معاني الربوبية لله عز وجل فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يدحدون بل قال الله عز وجل عن سائل الكفار في الأرض قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإن كثيرا من الكفار إن لم يكن جل الكفار إن لم يكن كلهم كلهم يقرون لله بأنه الخالق والمالك والرازق ولا عليك من هذه الفئة المتأخرة في الزمن الذين يسمون أنفسهم بالملاحدة أو الشيوعيين فإنهم يعلمون من أنفسهم أن الله هو الخالق والرازق والمالك لكن شأنهم شأن قوم الفرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة والعياذ بالله ولذا عباد الله نخرج من هذا العنصر الأول بمسألة وقضية مهمة جدا في باب العبودية ومسألة العبودية لله عز وجل مختصرها أن الخلق جميعا عباد لله عز وجل باعتبار أنهم معبدون مذللون مقهورون في سلطان الله عز وجل وتحت قهره ولكن المؤمنون هم الذين يوصفون بأنهم عبادوا الله عز وجل لأنهم فعلوا ذلك طوعا واختيارا وأقاموا النوعين من العبودية كما سبق العبودية الكونية التي لا قدرة لهم على شيء فيها فوافقوها والعبودية الشرعية فانصاعوا لأمر الله بها وأقاموها وهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن تكون حاضرة في عقيدتك أيها المسلم لا سيما في زمان يلبس فيه على الناس وأما العنصر الثاني من حديثنا فهو كذلك يتناول مسألة عظيمة تتعلق بالعبودية ألا وهي مسألة أن العبودية وظيفة العمر أي نعم إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لأجل أن نعبده ما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا إلا لأجل أن نعبدهم وملخص ذلك في عبارة مجزة سريعة أن الله عز وجل جعلنا في هذه الأرض للانتحان هل نعبده أو لا نعبده ثم ليكون الجزاء في الآخرة بالجنة والنهر هذا مختصر القضية إذن العبد في هذه الحياة الدنيا إنما جعل فيها لوظيفة واحدة أما أسباب الحياة في الدنيا المادية فهي لأجل خدمة هذه الوظيفة ولأجل الاستعانة على أداء هذه الوظيفة ألا وهي وظيفة العبودية لله عز وجل قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعلى العبد أن يظل كذلك إلى آخر عمره يعني ليس جزء من العمر دون جزء أو نحو ذلك لا بل من يوم أن يكلف فعليه أن يعبد الله ويقيم أمره إلى أن يموت قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد أعان الله سبحانه وتعالى الخلق وأعان الإنسان على عبادته بأسباب كثيرة وإن من أعظم هذه الأسباب أنه فطره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق وهو في ظهر أبيه آدم خلقه على هذه الوظيفة أي جعل هذه الوظيفة فطره في هذا الإنسان ركب فيك أيها الإنسان وأنت في ظهر أبيك قبل أن توجد في هذه الحياة الدنيا هذه الوظيفة أي أن تكون مائلا إلى ذلك على الدوام أن تعبد الله وأن تقوم بوظيفة العبودية لله عز وجل فأخذ الميثاق على الناس وهم في ظهر أبيهم آدم قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فشهد الناس على أنفسهم وهم في ظهر أبيهم آدم أن الله هو ربهم وأنهم سيعبدون وأنهم سيظلون على هذه الفطرة وسيبقون عليها فكانت هذه إعانة عظيمة من الله عز وجل للإنسان أن جعله وهو في ظهر أبيه مفتورا على هذه الوظيفة العظيمة وإن نسيها بعد ذلك فجعل الله عز وجل معينا آخر وهو أنه إذا ولد الإنسان ونزل من بطن أمه نزل ومعه هذه الوظيفة فطرة لا تتغير ولا تتبدل إلا إذا بدلها الإنسان بما يتعامل يتعامل معه من أسباب وبيئة من حوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هيولد على وظيفة العبودية التي أعظم سماتها توحيد ربه سبحانه وتعالى والانصياع لأمره فقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وغير ذلك فالبيئة من حوله وضعف نفسه يجعل الشيطان ويجعل البيئة التي حوله تغير في هذه الفطرة ومع ذلك فإن من عظيم رحمته سبحانه وتعالى أن من غيروا هذه الفطرة حتى الذين غيروها وتغيرت فطرتهم يبقي الله عز وجل آثاراً لهذه الفطرة في نفوسهم تظل تلح عليهم بين الحين والحين ولا سيما في بعض الغفلات أو الشلائد والمحن انظر إلى الشيوعيين الملاحدة وهم يناقضون أنفسهم في غفلاتهم فيمارسون التعبد وإن كان باطلاً فيمارسون التعبد والتأله الذي تحتاجه النفس فالنفس لا تزال فيها بقية لهذه الفطرة فطرة العبودية فتلح على الإنسان فانظر إلى هؤلاء وهم يمرون بالجسة المحنطة في الميدان الأحمر لزعيم الشيوعية استلم هذا فإنهم إذا مروا بجسته لسيما في يوم ذكرى وفاته فإنهم لا بد أن يقفوا أمامه وأن يقوموا بالإنحناء إنحناءاً شديداً مع إظهار الخشوع والذل في هذه الإنحناء وهذا مظهر من مظاهر العمودية وإن صرفوه لغير الله وهذا يدل على أن النفس لا تزال فيها بقية وأثر يلح على هذه النفس من الفطرة فطرة العبودية لله عز وجل وفي الشدائد يظهر ذلك أكثر فإن كثيراً من الكفار إذا تعرضوا للمحن والشدائد ترى آثار الفطرة المتبقية قد ظهرت يا رب وينادون أنقذنا أنقذنا أدركنا أغثنا وينسونا كل آلهتهم الشركية في هذه اللحظات التي تعرضوا فيها للمحنة الشديدة وقد ذكر الله لنا من هذه المعاني الكثيرة في كتابه ومن ذلك يقول الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولذا عباد الله إن هذه المعاني التي غرسها الله عز وجل في الإنسان كلها معينة له على العبودية فماذا بقي بقي للإنسان الرسل فأرسل إليه الرسل فإن الله عز وجل من عظيم رحمته أرسل للإنسان الرسل لأجل أن يذكروه بميثاق العبودية التي أخذ عليه والفطرة التي ولد عليها واستعيدوا من إذا سمع ذلك من الرسل أقام أمر الله عز وجل ورجع إلى فطرته وأصل عبوديته لله عز وجل والتعيس الكافر والعياذ بالله هو الذي يجابه الرسل ويرد دعوتهم ويرفض العبودية الشرعية فيظل والعياذ بالله عبدا وإن رفضت يظل عبدا ذليلا مسخرا وإن استكبر وجحدت فيفوز بذلك أهل الإيمان الذين انصاعوا لدعوة الرحمن عن طريق الرسل فأقاموا العبودية بنوعيها لله عز وجل وهذا عباد الله يأخذنا إلى عنصرنا الثالث وهو بيان مفهوم العبودية وإني في هذه أيضا العبارة اختصرها اختصارا شديدا وإلا فبيان ذلك يحتاج إلى كلام طويل وكثير وتفصيل طويل لكن نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق في هذه العبارة الموجزة فإن العبودية إذا علم العبد مفهومها كذلك زاد عبودية لله عز وجل واتقى أن يكون عبدا لغير الله عز وجل وطبق العبودية لله عز وجل بتفاصيلها فإن من مختصر ما نقول في ذلك أن العبودية لله سبحانه وتعالى وأن مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى كي تكون من عباد الرحمن يقتدي اجتماع الحب والذل والخضوع معا لله عز وجل وتأمل هذه المعاني يقتدي اجتماع الحب والذل والخضوع وهذان أمران يشقان على المستكبرين والعياذ بالله ولذلك كانت عبادة الله عز وجل على هذا النحر الذي يرفضه ربما المتكبرون والعياذ بالله لأنهم لا يقدرون على أن يجمعوا هذه المعاني معا الحب مع الذل مع الخضوع لله سبحانه وتعالى وكلما زادت هذه المعاني زادت العبودية وكلما زادت هذه المعاني من العبد زاد قدر العابد الله عز وجل يقول في كتابه كلا لا تطعه واسجد واقترب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لأن السجود من أعظم مظاهر العبودية التي تقربك من الله عز وجل لماذا عباد الله لأنه اجتمل على هذه المعاني العظيمة فما سجد إلا حبا وما سجد إلا إظهارا للذل والخضوع ومظهر السجود أكثر مظاهر العبودية إظهارا لمعنى الذل والخضوع لله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فوصف العبادة أو وصف الدعاء بأنه هو العبادة أي أن الدعاء هذا هو أعظم صور العبادة والسجود أعظم صور إظهار العبادة وذلك لأن الدعاء فيه إظهار افتقار العبد وضعفه وذله لله عز وجل فكأنه يقول لربه وهو يبعو يسيما إذا كان في ظاهره كذلك موافقا لباطنه فيرفع يديه في ذل وخضوع وانكسار وخشوع فكأن العبد في دعائه يقول ربه سبحانه وتعالى يا رب أنا فخير وأنت الغني فاعطني وكأن العبد يقول لربه وهو يدعوه رافعا يديه على هذا النحو يا رب أنا ذليل وأنت العزيز فاعزني بعزك وكأن العبد وهو يرفع يده على هذا النحو يسأل ربه يقول أنا ضعيف مستضعف وأنت القوي فقومي واحمني وادفع عني وارفع عني فكان الدعاء هو العبادة لأنه اجتمل على هذه المعاني العظيمة الجميلة وكلما أظهر العبد فقره وذله وانكساره لربه سبحانه وتعالى كلما استمطى رحمات ربه سبحانه وتعالى واستجلب هذه الرحمات على أعلى درجاتها لأن الله يحب من عبده ذلك ولذلك لما كان مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حمل إلى بيته فلما أدخلوه إلى بيته جلس ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بجواله وأخذ برأس أبيه المصاب الجريح الذي يودع الدنيا وأضعها في حجره فجعل عمر رضي الله عنه وهو في لحظاته الأخيرة يقول لولده يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إليه فيرحمني وجعل يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي هو على هذه الصورة وهذه الصفة التي يظهر من خلالها عظيم ذله وفقره وضعفه وانكساره يستمتر بذلك رحمات الله عز وجل وعليه عباد الله فإن أشرف وصف يتصف به العبد هو وصف العبودية الذي يرفضه المستكبرون والعياذ بالله إن أشرف وصف تتصف به أن تكون عبداً لله عز وجل انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعظيم استعماله لهذا الوصف الشريف في جل عباداته ومن ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توسل فكان يتوسل بوصفه هذا فيقول اللهم إني عبدك بل وابن عبدك بل وابن آماتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك ثم يسأل ويقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك ثم بعد ذلك يتوسل ويسأل وهكذا عباد الله فهذا أشرف وصف تتشرف أن تتصف به أن تكون عبدا لله كيف وقد وصف الله عز وجل به أشرف الخلق وصفوة البشر وهم الأنبياء والمرسلين قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ووصف صفوتهم وأعظمهم بهذا الوصف كثيرا في كتابه ومن ذلك يقول الله عز وجل سبحان الذي أسر بعبده ويقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده وغير ذلك عباد الله مما يظهر لك أن أعظم وصف تتشرف به أن تكون عبدا لله وأعظم وظيفة تعمل بها أن تكون في عبودية الله سبحانه وتعالى بقي لنا خاتمة الحديث وهي أهمية الترقي في وظيفة العمر سبق بيان أن وظيفتنا في هذه الحياة الدنيا هي العبودية لله سبحانه وتعالى أنت ما خلقت إلا لأجل ذلك أنت ما خلقت لمال أو دنيا أو أهل أو ولد إن كان الله أباح لنا كل ذلك لكن ذلك كله جعله الله عز وجل من باب الاستعانة على عبادته سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر من أوامره فقال بعدها ولا تنس نصيبك من الدنيا وكأن الأصل أن تكون هذه الدنيا بعيدة عن الوظيفة الأساسية حتى ينساها الصالحون فيذكرهم ربه خذوا نصيبكم من هذه الدنيا الذي تستعينون به على عبادته التي هي وظيفتكم الأصلية التي خلقتم من أجلها أجلها ولذا عباد الله فلابد للعبد الناصح العاقل أن يعمل على أن يترقى في هذه الوظيفة العظمى التي هي وظيفة العمر وهي العبودية وإلا فكثير من الناس في وظائف الدنيا لا يرضى بالدون ويرضى في وظيفة العمر العظمى العبودية بالقليل وبالشيء اليسير ويقنع بذلك فتراه في وظيفة الدنيا دائما يسعى إلى الترقي فهو في حياته الدنيا يعمل ويجتهد لأجل أن ينال درجة الترقي في وظيفة الدنيا الأعلى فتراه في الدرجة العاشرة مثلا فإذا أعطي الدرجة التاسعة احتفل بذلك وإذا أعطي الدرجة التي بعدها والتي بعدها ويظل عمره كله يحلم بالدرجة الأولى ويتمنى أن يكون في أهلها وكلما ترقى في وظائف الدنيا احتفى واشتهد وسعى أكثر لكي يكون أعلى وأعلى في وظائف الدنيا في الوقت الذي يرضى من وظيفة العمر التي خلق من أجلها والتي سيحاسب عليها والتي تدوم آثارها يرضى بالدون فمن الناس والعياذ بالله من يجعل وظيفة العمر لحظات وجوده في المسجد أو أوقات وجوده في المسجد هذه مظاهر العبودية عنده هذه ساعات وظيفة العمر عنده وأما بقية ساعات العمر فهي مع وظائف الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله والبعض الآخر يرضى من وظيفة العمر العبودية يرضى منها الأركان فيقول لك أنا بصلي وصوم وحج وزكي ونحو ذلك وأين بقية الدين كويس فيرضى من ذلك بأركان هذه الوظيفة ويترك ما يتفرع عن هذه الأركان من أوامر ونواه وأحكام وشرائع في الوقت الذي لا يرضى في الدنيا أن يسكن في مسكن ذات أعمدة فقط من هذا الذي منا يرضى بذلك أن يسكن في مسكن ذات أعمدة فقط يقول لك أعود كده في الهوى أعود كده الهوى يقول في أو البرد والشمس وكذا مش ممكن لا يصلح لا بد أن نقيم بقية البناء وأما في وظيفة العمر فهو زاهد كويس نحن نصل ونصوم ونروح العمر ونحو ذلك أو أن يكون الدين ساعات ووظيفة ساعات أي وظيفة العمر وهي العبودية ونحن ولذا عباد الله لابد أن تعمل عبد الله لكي تكون من عباد الله الذين يستحقون الجنة أن تعمل على التلقي في وظيفة العمر العبودية وأن لا ترضى إلا بما هو أعلى وتظل دائما تسعى في أن تكون أعلى وأعلى في وظيفة العمر التي آثارها تدوم وتبقى ولا تفنى لأنها على أساسها ستعامل في الآخرة وأما وظيفة الدنيا ووظائف الدنيا فإن السعي في التلقي فيها وإن كان مباحا لكنه لا يدوم وآثاره تنتهي بموتك وزوالك وبفناء الدنيا كلها بنى ملك من ملوك الدنيا قصرا عظيما ولما انتهى منه دعا الناس إلى زيارته وأعلن فيهم ووعدهم أن من يستخرج عيبا واحدا في هذا القصر ستكون له جائزة قيمة فجعل الناس يدخلون القصر وينظرون ويطالعون ويعجبون ولا يجدون عيبا واحدا في هذا القصر حتى جاء رجل عاقل فاهم لقضية العبودية فهما صحيحا فقال إن هذا القصر فيه عيبان عظيمان فأحضر عند الملك فقال له الملك ما تقول فما هو العيبان اللذان تقصدهما فقال يموت صاحبه ويفنى القصر وليس غير الله يبقى قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقال الله عز وجل كل من عليها فهم فالعبودية عباد الله أو وظيفة العمر هي التي تبقى آثارها وهي التي تنفعنا وتدوم أما وظائف الدنيا فإنها تزول بزوالنا وبموتنا وبفناء هذه الحياة الدنيا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر